صادق مجلس الحكومة المنعاقدة اليوم الخميس تحت رئاسة عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي هذا المشروع الذي تقدم به سيد وزير الاتصال نتقرسمي باسم الحكومة يهدف إلى إنجاح عملية الانتقال نحو البث الأرضي الرقمي لبلادنا وفق الالتزامات الدولية للمغرب وهي المؤطرة بالاتفاقية التي وقعت في يونيو 2006 على مستوى التحاد الدولي للاتصالات والتي تقضي بأنه يوم 17 يونيو 2015 سيتم الانتقال نحو البث الرقمي بمعنى في ذلك التاريخ سنكون مطالبين بإيقاف البث الأرضي التناظري والأسر المغربية مدعوة إلى أن تتوفر على أجهزة تمكنها من استقبال البث الرقمي حاليا كم عدد هذه الأسر؟ 6% بمعنى عندنا أقل من سنتين من أجل تحقيق هذا الهدف وهذا الأمر اقتضى عمل مكتف من واقتضى أيضا تحقيق إرساء لجنة وطنية ستعمل أولا على المدارسة والاعتماد والمصادقة على المخطط الوطني لانتقال نحو البث الرقمي الأرضي على المستوى التلفزيوني اعتماد هذا المخطط وتتبع عملية تنزيله وهذا الأمر سيقتضي عدد من الخطوات على المستوى التواصلي على المستوى القانوني مراجعة قانون التصالي السمع البصري على المستوى تصنيع توفير لأجهزة تشفير التي ستمكن من تحويل البث الرقمي إلى بث ملائم للأجهزة التلفزيونية عدد من الخطوات اليوم نحن أنجزنا الخطوة الأولى والتي كانت نتاج عمل طيلة السنة ونصف الماضية للجنة التقنية وهي المصادقة على مشروع المرسوم وهنا أستغل هذه المناسبة لأجدد دعوة للأسر المغربية من أجل أن تقتني أجهزة تلفزيونية يمكنها استقبال البث الرقمي في نفس الصدد أود الإشارة إلى أن هذا الأمر سيمكن بلادنا من أولى الرفع جودة البث التلفزيوني، ضمان السمرارية، الخدمة العمومية، حماية وصيانة السيادة التلفزيونية الرقمية، عدد من الأهداف وبالتالي هو مشروع قموح جداً لبلادنا وستتولى هذه اللجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة مهمة اعتماد المخطط الوطني للتلفزة الرقمية ومواكبة وتتبع تنزيله وكذا جدولته الزمنية وتدبيره الجهوي إلى غاية إيقاف البث التناظري عبر مجموعات العمل المنبثقة عنها ترجمة نانسي قنقر